السلام عليكم تحية طيب ومتابعين الكرام اليكم خريطة 200 متر قابل للتعديل خريطة بيت جاهز هذا باب الاستقبال باب صالة مباشرة صالة طول 10 أمتار شباجها على القراج 10 أمتار طولها عرض 4 أمتار قطع المطبخ مكار الدرج دنقري الجمالية تخلص من كشف الصالة هذا الحمام متر ربع أرض أو متر ونوص ثلاثة حمامك تتنور الغرفة والصالة والحمام هذه الغرفة تكون من 4 غرف مكار الدرج هذا الاستقبال بابا شفناها ببداية الفيديو استقبال مطلع على الصال مثل ما واضح أمامكم هذا الاستقبال عرض 4 أصافي طول 7 أمتار بابا على القراج أيضا مش مباشرة واضح أمامكم إن شاء الله خريطة لا بأس بها جميلة مفتوحة ثلاثة غرفة غرفة جوة ثلاثة غرفة فوق خلو نشوف الغرفة فوق مكان للدرجة أيضا مكان جيد لا أخذ يعني مكان لطيف ما مأثر على الصالة صالة جلس جيدة هذا الطابقة الثانية مثل ما واضح أمامكم ثلاثة غرفة غرفة أمامكم غرفة على اليمين وغرفة على اليسار هذه الغرفة الأولى فوق الصالة الصير وترك لدينا قدام بلاكونة مثل ما واضح أمامكم هذه البلاكونة ما قدرنا ناخذها وغرفة صنية الشاجة إذا صارت كثر من 10 ممتار أو 10 ممتار حمام أيضا فوق الحمام مثل ما واضح أمامكم هذا الحمام غربي وشرقي مكان المقسلة والغسالة أيضا هذه الغرفة الثانية اللي فوق الاستقبال أيضا على اضع الاستقبال نفس حجم الاستقبال وهذه الغرفة الثالثة مثل ما واضح أمامكم هذا الطابق الثاني طبعا مقابل الاستقبال أيضا في مقابل الغرفة وفوق الاستقبال أيضا بالاكونة الثانية وحسنا ننزل نشوفكم الوجهية إن شاء الله هذا مكان الدرج الصالة ما بيها أي تقاطعات صالة جلوس أو غرفة الطعام أيضا تعتبر بعد أن تقطع قاطع صغير وارتفع متر الأوفن يسحوله هاي الحديقة والقراج هاي البلكون الفوق مثل ما تشوفون هاي البلكون الثانية بلكونتين هاي واحدة وهاي واحدة هاي بالنسبة للواجهة البيت طبعا تقدر تغير بالخريطة مثل ما قلنا وبخدمتكم إذا عجبتكم لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس تحياتي واحترامي أخوتي الكرام أخوكم ورداء العباد ترجمة نانسي قنقر